أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 62 التاريخ 1-3444 للهجرة بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيزة للسعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27-8-1412 للهجرة وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 13 بتاريخ 3-3-414 للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 138 بتاريخ 24-440 للهجرة الصادر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وعلى الأوامر الملكية دوات الصلاة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 61 بتاريخ 13444 للهجرة وبناء على مقتضيات المصلحة العامة أمرنا بما هو آد أولا إعادة تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل السعود ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز أهل السعود وزير دولة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز أهل السعود وزيرا للطاقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز أهل السعود وزير دولة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز أهل السعود وزيرا للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز أهل سعود وزيرا للداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز أهل سعود وزيرا للحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزيرا للدفاع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان أهل سعود وزيرا للخارجية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان أهل السعود وزيرا للثقافة الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم أهل الشيخ وزير دولة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن أهل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزيرا للعدل الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة الدكتور مساعد بن محمد العبان وزير دولة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير دولة الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرا للحج والعمرة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزيرا للتجارة ووزيرا مكلفا للإعلام الأستاذ محمد بن عبد الملك أهل الشيخ وزير دولة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزيرا للبيئة والمياه والزراعة الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى وزير دولة الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة لشؤون الخارجية الأستاذ ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزيرا لشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات والتقنية المعلومات المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرا للنقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للسياحة المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزيرا للاستثمار الأستاذ فيصل بن فاضل بن محسن البراهيم وزيرا للاقتصادي والتخطيط الأستاذ فهد بن عبد الرحمن بن داحس الجلاجل وزيرا للصحة الأستاذ يوسف بن عبد الله بن محمد البنيان وزيرا للتعليم ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل السعود